سلام عليكم. ازاي اللغة الهيروغرافية اختفت؟ طيب هنفيش حسنة اللغة الهيروغرافية لا هذا هو في خط الهيروغرافية زي ما عندنا اللغة العربية. هو عندنا كوا اللغة العربية في خط النسخة وخط الرجعة وخط السلس والديواني والقوفي ما نقدرش نقول اللغة النسخية او اللغة الرقعية لا هو ده هو نوع من الانواع الكتابة انما المصردين الكدماء كان لهم اللغة بتاعتهم اللي باتكلاموا بيها الخطر اللغريفي ده اهدى من الخطوط اللي المصر كان بكتب بها اللغة بتاحته ويمكنها من كلمتين هيروس اللي هي مقدس وجلوفوس اللي هي الرسمة يعني الرسم المقدس اللي كان بكتب على المعابد والمقابر هو كان بتبقى حفر جوه للحاجة وهو زي ما انت تفاكر وكان فيه رمز الطائر مثلا مثلا تعبان فيه رسمة كده بتكتب فكان بتاخد شغله بتاخد جهد فعشان كده تلاعت بقى لغة تانية اللي هي اللغة الهيراتيكية ودي من كلمة يونانية هيراتيكيوس اللي هي كهنوت يعني اغلب اللي كان مستودمها اللي هم الكهنة والفكرة كلها ان هم كانوا عايزين حاجة خط اسهل واسرع فبدل ما يرسم الرسمة كلها لا تبقى اختصار بسيط خطين تلاتة تبقى افسط فبساطه اللغة اللي هي رغرافية شوية لكن مازال برضه دي خطوط مصرية جيبا بعد كده الخط الديموتيكية ده كلمة ديموس اللي هي الشعبي الشعب نفسه عايز يكتف بيحاول يبسط ويبدأ يسجل الحاجات اليومية بتاحته زي عقود مراسيم حاجات سريعة تكتب ظهر بقى المشكلة اللي بدأت التقضي على اللغات ديت قالوا وهو اثناء الاحتلال اليوناني لمصر اكبروا المصريين ان هم يكتبوا باللغة اليونانية الكلام اللي انت بتكتبوه دوت اكتبوه بالحروف اليونانية استخداموا الحروف اليونانية فخلاص اصبح اكبار على كل الناس وده اسم الخط الكبتي خط الكبتي هي حروف اليونانية لازم تتشغل بها زي ما فرنسا لما احتلت الجزائر اكبرتوا ان هم يكتبوا بالحروف الفرنسية اي حاجة لا انسى انسى العرب خالص هتتعلم فرنساوي عايز تتشغل في الوظافة الحكومية او عايز تعلم في المدارس لازم ان انت تكتب وتتعرف باللغة الفرنسية فده كان اكبار فعشان كده خلاص الكله في مصر بدأ يكتب الخط الكبتي ومبقاش فيه اي لازم خالص للخط الاريخي ولا الاراتيكي ولا الديموتيكي وخلاص كله بالحروف اليونانية واضافوا بس سبع حروف لانهما مكانوش موجودين في اللغة اليونانية ضافوها من اللغة الديموتيكية وده حاجة خطيرة جدا ده اللي قضت على اللغة فلزلك انا بستهرب كتير جدا لما لاقي ان احنا بنكتب الكلام بتاعنا بالانجليزي بدل ما نكتبه بالعربي حتى ممكن يكون انت عايز تكتب عربي انا هقبلك النهاردة وندور على الحروف ولكتبها بيها وده حصلت المشكلة ده برضه في ناحية الاتراق وكده فليه ما نهتزش باللغة بتاعتنا ونعلم اولادنا وعربي لغة القرآن وخليهم يفهموا اللغة العربية وستدامة في حياتهم اليومية وانت بقى الاساس يعني القراءاتي في المجال بتاع اللغويات ده انه لازم الواحد يتعلم باللغة بتاعته لازم يتعلم باللغة بتاعته ويتكنها ولو انت اتقنت لغتك مظبوط هيبقى سهل عليك جدا ان انت تتكن اي لغة تانية بسهولة يبقى سهل جدا ان انت هتعلم بقية اللغات لان الفكرة بتبقى واحدة فلو انت اتقنت اللغة العربية ممتاز تقدر تتعلم اي لغة تانية بسهولة انما لو انت ضاع في العربي وحاولت تتعلم بقية اللغات هتلاقي المعلومات فيها مشاكل اللغة بتأثر على التفكير اوه تأثر على التفكير وتأثر على طريقة تعاملك مع الحاجات وتأثر على ادراكك للحاجة فالذلك لازم نهتم باللغة العربية بتاعتنا ولازم نفتخر بيها ولازم يعني مفهوم في فترة من فترات كان ما فيش حروف عربية على الموبايلات الكلام ده من زمان جدا فكان في ناسوا بتطر تكتب تتر تكتب تدتر تكتب تكتب يعني مضطر فخلاص promise اصبح الحروف العربية موجودة على الكمبيوتر وموجودة على الموبايلات وكده فليه ما نستخدمش الحروف العربية دايما في الكتاب بتاعتنا لان اصراحي بلاقي التلاصم مكتوبة في قلب الحاجات وبعض إي او او ما مفهوش حاجة خرص من المكتوب فبعد إذنكم تمام بدون مذكر أسامي مش هنشرد لبعض بعد إذنكم يعني نكتب بلغة عربية عشان نبقى نفهم بعد إن شاء الله